دورة ديناري دورة ديناري دورة ديناري فيه جيدا ، كوميدا فيها فما كميتا فيها وما كانت اترحلها فاهمت ، فهمت ، أشكل فيها في طريقة الخدمة التي عملناها إنه يعطيك مساحة لحماية حتى هم يعطينا تقريبا رؤية وانا المشيتي ولين مشيتي ، لى الرؤية مع أبد الحميد وصلنا الأيضية لديك مساحة أنا أعرفت كيفيش نخدمه الدور ونعيشه الدور كي عيشته الدور مع صابر وسليتي مع الديناري مع لي خادمه قبل شو انتي خادم رئيس بلديا قبل صابر مش خادمه والله بربي حقا العبيد يقولولي بجاه ربي رك ما أبوسيب لك شخا والله مني خادمه عامل ستاج في بلديا معاوري حتى بخلاف المضمون وندخل لي ليش يا لا يا تي طلعتي مضمون شو يا باتني لا لان الحق منين جبت من الشي اللي تعرفوا من الفيكوم اللي شفتوا خاصة يحكيوا على الإدارات ورجال الدولة وكذا أنا عندي ما شاء الله سنين الله نخدم في النقد السياسي الساخر نعرف شخصيتهم نعرف الدول بهم نعرف كذا من غادي شكتلك رو ثم مزج بين اللي خدمت وأنا قبل وبين الشخصية هذه كير ركب كل شي مع بعضه ولا حتى طريق تكلمه فيها شوية ضمار لانه مع الخلفية بتاع اللي خادم وأنا ولي نعرف وأنا مع الشخصية هذية دوقتات هالشي هالروح هذير انت في رقوش ساهمت في ورشة الكتابة معناها انو ممثل يكتب الدور متاعه في المسلسل ما في شوية تجني على الممثلين أخرين معنا انك تعطي مساح أكبر لشخصيتك على الشخصيات أخرى سابر وهو العكس اللي صار بعدك تشوف انو تشوف الحضور الدينايري راهوا قليل مقارنة مع أغلب الشخصيات بعدك تشوف قداش من السيكونس باركزامبل الدينايري ما هوش حاجة معتا فمت معتا مش متجني على البقية لكن احنا حتى في طريقة الكتابة احنا عملنا ورشة بتاع كتابة أنا وعبد الحميد بوشناق عزيز الجبالي وواليد عيادي وهال عياد وصارت خلطة بصراحة معتا نجم اقول الله مصلي عني بي بالحرق معتا كل واحد يعطي أفكار وكل واحد ينمي فكرة فكرة تتحط نعاود ونشوفوها نعاود ونرجعوها عبد الحميد يعطينا ستركتور كيفاش يحبها احنا نغوصو فكرة وين نمشي وين نجي وكل شخصيات كيفاش تتحرك كيفاش تقول وين تمشي والأحداث وكل شي لقينا الهورة مش سهرة كيفش تحط معتا خمس عباد بشيك زعا ما الخمس عباد بشيشوف نفس الثنية ثم تنزولات بينت بعضنا ثم التفاهم يعني ما انت مش بتش الشخصيتي كمانا لا ما رايش انو جبتش الشخصيتي كمانا ولمدة الكتابة انت على سيناريو مدة الكتابة شوف احنا بدينا من لول بدينا نفكروا في الموضوع وبدنا ندرسوا فيها الحكاية ونسرحوا كل واحدة ونقعدوا مع بعضنا كل مرة نقعدوا افكار شنية ترى في هذا كل واحد وين يمشي في الرؤية متاعه لانا بعد وقت اللي صار نقول ونحنا بدأت تقرب خطر احنا رانا من لول متى قدمناها الوطني اه قدمتوا الوطني وبعد مشي لقينا اكور ما عندنا نسمة حاجة ما عنديش عليها فكرة حاجة ما عنديش عليها فكرة حاجة ما عنديش عليها فكرة رب يوفقهم في البروجهات اما براحق ما عنديش فكرة لكن كمشينا في ثنية نسمة وقتها نقول ونحنا ولينا حتينا القلب لانه ثم باب قاعد يستنى فينا ما عندوش برشة دي سيكونس ديناري في رجوج لكن برز رغم انو المساحة مش كبيرة خطر هذا يعني انو مش لازم تكون عندك مساحة كميرة باش انك تبرز واضح لحكي ما بلا 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 شوف معتها خطر مش كني ديناري رو برز رو شخصيات مهمة جدا رو ما تكي تشوف حديث ياسمين ميديكال مو بارلان ميديكال مو بارلان تحية لها تبيبة تبيبة صحي شوفك شخصية ري مثلا تبيبة مش كتبه الأخرى تبيبة معجرفة شوية في ريف الغادي وتنهر فيها متحبهم اما ثم برش شخصيات برز ومعتها مش كان ديناري حتى شخصيات اللي ما تكلمتش صحيات اروى اللي يتمثل شخصيات عيدا متكلمش كيف كيف حونسيم اروى الرحالي بنت بحري بنت بحري رحالي نينكالعريف شو معتها الحاجة الفخور بها انه ثم برشة وجوه جديدة وثم حتى وجوه اللي عندها مدة ما خرجتش وبين تشنية نجم تعمل معتها جمال روى الأغلب اللي موجود عنا يجب أقول لك أكثر من تسعين خمسة سعين فلم كل ما صرح مثلا عزيز الجبالي وضغف في وجه مخالف صحيح عزيز الجبالي اللي نعرفوه معتها في أدوار أخرى وحتى في بينومي يمثل في حاجة مختلفة جدا تلقاه في دور الورل والدور الصعيب هذاك ياسمينة ديماسي من نسبة لي أنا ما تنشيخ برشة كيف كيف برشة بش نقص سمي فاطمة فاطمة اللي تمثل دور محبوبة من تياترو من تلميذ التياترو فنانة هل توجه منكم أنتوما سابر الوصلاتي إنكم تمشيوا لولاد المسرح ولاد التياترو وتخدموا بهم رجوش والله هذي نجم يكون اتفاق ماتها ضمني موجود من غير محطين نقولنا الطاولة قولاية راحة جدا ما نخدموا بجمعات التياترو ولا نجيبهم الانستغرام فهمتوا ولا حاجة قلنا لا يا أخوي نمشيوا من لجمعات التياترو كل ما عاتها فهمت ها ولاد المسرح والله فرضوا رويحة موحدهم شكرا بالحق أنا كتلميذ في التياترو وكلك ليه التياترو التياترو سيديو تحت إدارة تنفيق الجبالي فرض روحة نزيد نبعت معك أكثر رجال ونساء المسرح ومش كان التياترو المسرح كله الله مصلي عني بيه رأوا ثم فرقة كبيرة كنت حكيوا بكريك نحكيوا على جمعة انستغرام وكل شيء كيفاش المخرج كيفاش العذاب اللي نجم يلقاه مع إنسان ما يعرفش يؤدي وانتي عندك وقت مزروب مزروب ما تسميش نقطه عاود 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 ما فهمت تولي حيرة وتولي بانيك وتولي كذا يبان ليه مركينش حتى أشكال مثل الممثل موال الممثلين قبل ما يدخلوا نراجعوا الديالوج مع بعضنا نفهموا أمورنا نجموا نزيدوا اشتما ديزان برو اشتما كذين بعد اوب في الكاميرا سيئة كل شيء مسكر بريز اثنين قلول لي أنه فما بعض المشاهد امبروفيزي رغم على السيناريو مكتوب والحوار مكتوب ثم كانت ثم مساحة في الحوار موجودة لا 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 في هذه السعيب ياسر قلت ركاكة أنا كممثلة مهمشت سابر نجم نزيدك كلمة جمال جاتني من وحي اللحظة في الغاديكة ما مش نزيدك تيرادة مهبش كخوي نحب نعقب على كلمك ساعة أول حاجة قصت مرس النواب والله بالبرايات والبرايات بجاعدة أخي غايفون كملت جميع تعمل جميع أنا عندي مؤاخذات على رجوج أما منيش بش نحكي فيه معاك أنت خاطر أنت ممثل معنا ليه ما أحبابيك ليه ما حاجة وكتب جدا أي يببش نحكي معاك على الكتيبة أما الإخراج معتها لازمني نحكي مع المخرج لازمني نحكي مع المخرج بالضبط وشالله يكون ضايف بحذنا ونحكي مع المخرج شخصيتك شخصية متاعك أنت معتها موافقة أنا نسل كل شخصية معناتها البرسوناج ضرب محليه معتها إلي سبنتاني إلي تحسوا بالحق رئيس بمعتها بلدي محليه إنسان فيسد كوموب لدينا ملا حتى شيء إيه ما تايسي تخيك تخيك خديب إنا دوك بش نحكي معاك على موضوع الكتابة السيناريو إنا نعرف اللي عبد الحميد عنده طريقة خاصة به جدا في كتابة السيناريوات معناتها ديما عمره ما يكتب وحده ديما لازم الفريق ديما نفس الفريق اللي هو اللي هو معاه اللي يكتب المرة هذي بو أنتي ما تجدت جديد حتى وليد عيديك في كيف معنا جديد وليد عيدي اللي نحييوه برشا كانوا استاذي أنا في التياترو ما لما أنتي من تلميذ التياترو الله مصالح عني بيه أقدر وينتشرنا وقسم بالله كتابة الميداني دوك دوك أنا لعندي مؤخذات بالحق معناتها على كتابة السيناريو وقلت لك عبد الحميد نعرف طريقته كيفش كيفش يخدم كل واحد هكا يكتب الروح وماسميش معتها أنا بین داكور ماسميش سيناريو مكتوب مضبط على أخير مستوي أمور واضحة ثم كيما قال عاب جاميل جبنو قبل تحق خلط ثم ثم امبرو��شات ثم هكا دي تكست معنتها يخرجوا شوي من النطاق ومعنتها بالسيكانس ثم، ثم حاجات ثم دي لأكل موجودين في الديالوج كهو أعطيني كيفش صارت الله بخلق عني بي مجلس النواب كملت بالحق محلق نقدك ومهم جدا نحلي بابش نجم ونحكيه شوي حتى على السيناريو اللي حكاه جمال بكري وزاد حتى اللي انت اللي تلمح فيه هو في الحوار قدوسية الحوار لا ما تماش قدوسية الحوار بالنسبة لي أنا على قبلها شوف كي تخدم مع ممثلين يعرفوا يخدم تحبنا رجوع شوي لزانستغراميز وكل شاي كمتعب؟ لكذلك خاطر كي تجيب واحد ما يعرش ما يعرش شين بروفيزي كي تعمل مسرح جمال سيدنا مانيش عملت عامين هاكيكا جربت وشفت خدمة تخدمة مسرح معاتك ثم شكون اللي ناجم أقول لك جمال صباح الخير من صباح الخير جمال يجاوبني بتيرادة أخرى يهزني لإثنية أخرى لكن ثم شكون اللي كي نزيده مثلا نقوله في النص مكتوبة صباح الخير جمال من جمال كي نقوله صباح الخير جمولة ما يتمهمش جمال الجمال ما يتمهمش ثم ممثلين اللي نبعدوا شوي على المسرح ولا عملين مسرح وعندهم تجارب حتى التلفازية وكذا يتمهمش ويدخل بعض نحن كان ثم شوية حرية في الحوار حرية في الحوار برشة حرية برشة مش شوية نحن نحب الحرية وعملين ثورة على الخطر حرية ثم برشة حرية في الحوار لا ما هوش برشة بالخيب بالعكس أنا نعتز بأنه ثم حرية كما هيك علش على الخطر أنت كممثل إذا كانت سيئة هات النجم نحكي مثلا على الديناري بلديك حاجة كونكرات الديناري كي هو سيئة مثلا تلبست كوستيوم تعي أنا وعملت مشتة الديناري وكذا ما عاد صابر وثلاتي ولا الديناري الديناري كي بش تحكي معاه عنده منطقه عنده ثنيته عنده لوخت وعنده كذا إذا كان أنا تمكنت من الشخصية فالحوار بش يخرج صحيح معنتها إذا كان الحوار زدت ما زدتش نقصت كل شي بش يظهر لك الحوار صحيح ساعات بالك تقول لي أنت وحنا ذكا ليش عنا معاملين على هلأ وحتى عبد الحميد معامل ياسر على حاشتي اللي هو ما شنو ربطوا حاجة بحاش اللي هو على قوة تقمص الشخصيات من طرف الممثلين وإنه يقول لك مثلا في الحوار روها والنص مكتوب الحوار مكتوب واحد اثنين ثلاثة أقرأ ترى أعطينا كيفاش نجم متوعدة خطر نحن كنكبو الحوارات منشنا نحن الشخصيات أنا كنكتب حوار مثلا حوار نقولوا نحنا نسيمة نسيمة حبيب تقلبي نسيمة حبيب تقلبي وتحية كبيرة ياسر ياسمين ديميسي تحية لها كنكبو مثلا بشكل حوار أنا منش نسيمة نسيمة اللي أنا نعرف أنه ياسمين ديميسي متمكنة ياسر مسرحيا متمكنة وفي التمثيل وكل شي كبش تقرأ الحوار ماش بتقولوا تلك إلي ماش تقولوا تلك إلي إذا ما تعطيها من روح متاحها ودونك بش تولي نسيمة لتحكي تقول لي نسيمة ما تحكيش هكا كا صابر نسيمة ما تقول هكا تقول هكا تقول هكا تقول هكا تبيت طبيعة الحال دونك عنا عملنا على الجانب هذي من طرف الممثلين في سيناريو نرجع لك على السيناريو عملنا زايد على ذكاء المشاهد احنا احترمنا ياسر ذكاء المشاهد أنا أنا نقف معك في حكاية ذكاء المشاهد سابر وسلتي في دور الديناري تخاف ونعش هالحق أنه نجم نخافه كونه الديناري يوصل يتحب ديناري مثلاً رئيس بلدية مرتشي فاسد واطي يسبق مصلحته على مصلحة الناس لكن شفناه عنده الجانب الإنساني شفناه في حلقة البارح في قصة الحب مع نسيما كلي الشخصية تولي تكون تكره تحبها مع الجانب الكوميدي اللي فيها هذا نجم ثم خوف على المشاهد أنه يطبع مع شخصية الفاسد الفاسد السمباتيك نحن نحن نكتب ونخم ونحن كذلك وليس تحكي فيها أنت قلنا يا ديناري هو إنساني ما تزموش ما تزموش ما تزموش ما تزموش ما تزموش لكن هكذا قلت لك نحن عبد الحميد تصور الشخصية تصور عندها عمق تصور كان نحينا مثلاً جانب هذيك الإنسان يمتع وجانب الحب ونحن كان كل مرة أو يأخ في رش وليس بيدو البرسوناج السطحي جداً ما تزموش تموجات وما تزموش عمق السؤال ساعات ساعات نسأله إخي الديناري وكي خايب ولكنه وحيد يعني شوحدة طوش نبدأ نشوفها أكثر وحدة بالطرف لأنه مرفوض الديناري هل ترى السؤال هو وحيد لأنه فاسد أم فاسد لأنه وحيد هو شنية علش هك علش هو هك وعليش هو هك علش هو ونس كل نبذد وعلى خطر فاسد خطر أنا أخوفي على المتلقي المتلقي اللي يطبع معه كما طبع قبل مع صورة الباندي اللي سامباتيك مع صورة البنقوسين اللي يعمل المشاكل رجولي في نفس الوقت هذيك اللي نخاف أنا خاصة من شريحة بتاع مجتمع أو شابات أحنا ساع كي من حول عبوشي يحبوك أنا ديناري شميك أخوي أحنا شوف والله نعاود نقول لك أحنا معاملين برشة على ذلك المشاهد مش كان فيها حكاية ديناري في برشة حاجة الديناري إنو معتها العباد تقول لي أنت يتعاطفوا معه ولا يتعاطفوا مع الشخصية وي صحيح لكن المسلسل مزل موفاش وين ماشي الديناري وين ماشي الديناري جوستمو هل بشراء وتطور آخر لشخصية الديناري في الأحداث اللي جاية في المسلسل مش تشوف تطور آخر لشخصية الديناري وبشوف أحداث أخرى تخص الديناري هل اليوم رقوج هي تونس الأخرى الليماج متاع تونس الأخرى اللي حبيتوا تصوروها من غير ما تقولوها بطريقة مباشرة أنا حتى كتصورناها رقوج حتى من خلال الجنريك الجنريك حلوك بالسلسار جمال حلوه طبعا كيف صنعنا الشخصيات صحيح والشخصيات مصنعينهم ومصور أذلك تعمل بعد ما كملنا التصوير لكن كنا نربط بهذا هما شخصيات ممش بقيعين هما سلسار سلسار في عالم كلنا خلن نعيش بالحق والله شاكر كلنا أسمعني اختنا من تونس ومن مشاكلنا ومن كذا هات خلن نخلق عالم ونخلق له مشاكل ونخلق الحلول في نفس اللي تقدموا فيها تونس مشاكلها شوال عالم اللي تقدموا فيها احنا حبينا والله نعملوا عالم وازمة ونطلعوكم معنا نلعبوا شوية فلقوا تبدي حكيو على تونس سيتوتا في نرمال ما هذه قد تزدها دور الفن إذا ليش نعمل نعمل مثلا مسلسل ولا كذا وحرجتني وحطيتني في كوام بصراحة ما مش نعمل معتها مش نحكيو ولا حاجات خيالية لدرجة انها لتعكس الواقع فارقوش يعكس تونس ويه مهربتش منه لكن احنا عطينا صورة أخر ما قلناش تونس ما قلناش حتى الأسامي بتاع الشخصيات حتى اللبس الموسيق تحية الله حمسة بوشنيق حمسة بوشنيق موسيقى وعلى فكرة احنا نكتبو كذان موسيقى مصاحبتنا شخصية أخر الموسيقى حبوا نطلعو في موندو اخر حبوا نسرحو حتى الموسيقى تطلع تطلعتشو برشا صحيح تطلعتشو برشا صحيح تطلعتشو برشا تطلعتشو برشا صحيح احبينا احنا هكي ان نقولوا ان نمشوف في اخر مكلمك صحيح احنا حكي ريال مو بيناتنا سمحني بيناتنا ثم تونس معتا في الموضوع زادة انها هي رقوشنية هي بلاد فيها الخيرات الكل بلاد مزيانة فيها عباد بهين فيها عباد الخيبين فيها الارض فيها الطبيعة فيها الحليب من البقرة فيها المنتوجات الفلاحية لكن مزواولة حتى ليس من وراء وكي يرقوش هي قلبة جوغار جوغار بالمقلوبة لكن هما رغم الخيرات اللي عندهم هذوم الكل يعانيوا في فقر ويعانيوا في مزيرة ويعانيوا في تهميش ويعانيوا في فساد ويعانيوا في هذا الكل ناحيك الخيط هذك نقاول نروحنا تونس الفساد الليداري ضعف المنظومة التربوية الصحية وضعية الفنان تشغيل القصر مسالك التوزيع الاحتكار تهريب الأثر كل المواضيع هذه اللي تعمل هذو هم المواضيع برافو لأنه هذو هم المواضيع اللي ترقناه لهم وأنا فرحان جدا أنه العباد كما حضرت جنابك دون ثرصتهم هتا العباد فهم فنة مواضيع قديم نحكيه وفهم كيفاش احنا تعاطينا ولا كيفاش التعاطي الفني لتصوير معتها هل مشاكل هذه والإشكالية هذه زادة ثم موضوع مش مش في شخصيتك هو في شخصية روزا أنت وليت إعلامرك تقعد منها توليت زميل مش وليت أنا عندي مديت هل متقدموا شخصية روزا على الإعلام الفاسد اللي يتماشى مع بارونات الفساد صورة حقيقية موجودة في الإعلام بالنسبة لك أنت يا ولد الإعلام رغزولي عيني في عينك بربي لا أرسا في كنت من العباد اللي كما روزا أنه بالنسبة للمهما التلفزة هي حكة بش يدخل منها فلوس وبش يدخل منها كذلك امتيازات وبش يخدم بها غيروا بش يخدم بها أطراف فاسدة بش يخدم بها أحزاب بش يخدم بها برش حاجات هذا موجود من صميم الواقع والإعلام بالنسبة لنا الدور روزا دور مهم جدا في المسلسل يعكس الإعلام نحنا هنا طلعنا الفوق يعكس جزء من الأعلام لا لا سمحني طبعا يعكس جزء الصغير من الأعلام لأنه أغلب الأعلاميين نزهاء وراهوا الأعلاميين اللي مهمش نزهاء رهم كليل جدا لكنهم مظاهرين لأنهم عندهم بوفوار صبر سمعت أنا اللي فهم معنا بديتوا تخطوا معنا الجزء الثاني رجوج رجوج ثنين أنا معنا نفس السؤال متاعي جوابلي بكل صراحة نضل معنا إذا كانت دور الديناري في الجزء الثاني بشكون الجوكير نرصي يزل كل ثم رجوج جزء الثاني لا ما زلنا والله الحق طربي ما زلنا جميل مارش نتي من بالك لا لكن نشوف المذاب تتقبل الناس صحيح هو فلا أنت مشيت باللوجيك متاع سيرورة الأحداث والأعمال واللوجيك بتاع عبد الحميد لوجيك بتاع عبد الحميد مع المنتوج صحيح أنت قاعدين أنت نشوفه في جمهور يستنى في الجزء الثاني نزيل ما رش الحق متاع ربي مطروح طبعا مطروح وعليش نحن العمل ناجح نقول وحنا ما نوصلوش فيه ديناري شبت شويس لما شخصيتك في بينومي سابر الوسليتي شخصية كلخة في بينومي شخصية كلخة في بينومي كيف كيف فاس شخصية 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 مؤخرا عملنا حاجتين أنا خدمت دو بروجي قبل ما نخدمو في رجوش والبروجي اليولاني هو بينومي مع عزيز الجبال ومع ثلة من الممثلين التي تحكي قصة إنسان مع تعايش وحد لكن الوحدة لذت ويكري بيت في داره داره هي أس بلس أين يكري الأس ويقعد في البلوس كل مرة عنا دي زن فيت كل مسرحية فيها دو رواز زن فيت كذا هي سلسلة مسرحية ثم عروض ثم وقت العروض الثاني قبل ما نقول العروض اللي هو العديناه والطوم زيل قاد يتعد كذلك في نسم هو فو بروفيل مع أيمن زادي تحيالي فو بروفيل اللي هي بالحق مع تس فكرة حلوة زادي أيمن هو القطرح الفكرة ومشينا فيها والقات مشاة تملول في الديجيتال بالقدر بالقدر وخيرة نسمة نسمة كون فيفنا إن شاء الله نحكي على فو بروفيل